السلام عليكم السواعق الرعدية تتسبب في مقتل شخصين بالمغرب لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لستوصلوا باخر اخبار المغرب اودت سواعق رعدية ضربت عددا من مناطق المغرب بحياة شخصين كان اولهما بمنطقة دمنت باقلم ازيلال فيما الشخص الثاني تلميذ ينحدر من ظواحي اقلم شفشاون واعلن ظهر امسنا الثلاثاء عن وفاة تلميذ يبلغ من العمر 16 سنة ينحدر من احد الدواور القريبة بما برت باقلم شفشاون حيث ذكرت مصادر محلية ان الضحية لفظ انفسه الاخيرة بمكان الحادث بينما كان برفقة شخص اخر اصيب بدوره بجروح خطيرة وفي حادث مأساوي مماثل ترافق مع نزول تساقطات مطرية خلال الايام الماضية على عدد من المناطق المغربية لقي شخص مصرع يوم الاحد الماضي باحدى الضواور القريبة من مدينة ديمنيت عقب سعي قارع ديو